حياكم الله اليوم عندنا جوال جداً مميز في السعودية نزل من شركة شاومي اللي هو شاومي 12 طبعاً هذا موبل برو هذا اللي يقل منه طبعاً قيمت الآن في السوق حوالي 2700 بعد الخصم لكن الجوال في ميزايا حلوة وفي خصائص ما هي موجودة في الجوالات الثانية طبعاً أول شيء لم يفك البهنة طبعاً راح يكون الجوال هنا فيه الكفر بلاستيك هذا الجوال طبعاً محطوط فيه الكفر برادي جوال ميزة أنه حجمه صغير يعني أول شيء الحجم الأحد الناس اللي تهتم موضوع أنه حجم الجهاز صغير أو حجمه كبير هذا الجهاز حجمه صغير جداً وينفع الناس اللي ما يحبون الأجهزة الكبيرة أو الاستخدام الجهاز الكبيرة يعني جوال صغير كده سهل الاستخدام حتى السناب دراغن 8 Gen 1 فالسناب دراغن اللي فيه معالج فيه جداً وممتاز وسريع على حجم الجهاز طبعاً فيه ناس تقول والله ممكن الجوال يحتمي من سناب دراغن 8 Gen 1 معروف أنه حار فحجم الجهاز ممكن يؤثر عليه والله يا مادري أنا أقول الجهاز حسب استخدامك له يعني إذا بتلعب غيمينغ ما يصلح لك خاناً أقول لك يا عملة الآن إذا رأي غيمينغ وتلعب عشر دقائي غيمينغ سواء بوب جي ولا شيء ما يصلح لك الجهاز الجهاز هذا ينفع للناس اللي يستخدامهم طبيعي يوتيوب تيك توك وفيسبوك الأشياء الثانية اللي قاعد نستخدمها السوشيال ميديا يعني حاجات بسيطة بسيط بسيطة بس الجهاز الثقيلة زي Genshin Impact وشغلات هذه ما راح يمشي معك الجهاز خلونا نشوف النظرة سريع على الجهاز من ناحية الخصائص عندنا هنا في زي ما انتم شايفين السبيكر وعندنا يوسبي تايب سي مايكروفون والسم كارد عندك دول سيم دول سيم هنا تستخدمها أعلمين عندك الباور عندك البوليم أبن داون ومن فوق عندك الاير بلاستر هذا يفيدك كثير من أحد ناس بسيطة نحن بالنفس الصيف نحتاج نولع مكيفات فما يكون الريموت ضائع عندك استخدم شو اسمه الاير بلاستر تولع المكيف تولع التلفزيون يعني حاجات كثيرة استخدم عندك هنا مايكروفون سبيكر مثل ما انتم شافين هنا من فوق من هارمن كاردن على اليسار ما في حاجة بس في الانتاناس طبعا انت لما تستخدم الجهاز حولك ما تغطي الانتاناس طبعا ما اقدر اقول لك لا تحاول بس يعني اذا غطيتها بالجهتين هذه راح يأثر على الرسال عندك عموما هذا بس نظرة سريعة للجواز صراحة جميل وخفيف كاستخدام ما راح يفرق مع البرو البرو راح يفرق معك انه في زوم كاميرا وحجمها اكبر وعندنا هنا طبعا كما انتم شايفين هذا جوال ستة كم سبعة وثتين واط سرعة شحنة فجدا ممتاز من شامي تقريبا راح يشحن لكها فل في نص ساعة ما يعني صراحة جدا ممتاز في نص ساعة ما يجي مع سماع الاسف يجي معه اللي هو الـ USB الشاحن وطبعا هذا الباكس كما انتم شايفين زي ما قلت لكم الجوال جميل استخدامه snapdragon agent 1 ما فيه اي مشاكل فيه صراحة جهاز جميل وانصح فيه للناس اللي يحبون استخدمون الاجهزة الصغيرة الناس اللي جاية من سوني كسبيريا كومباكت الايفون ميني يعني الاشياء زي هذه الناس اللي تحب تجرب الاندرويد الصغير الاجهزة الصغيرة هذا الجهاز جدا ممتاز خصوصا بالخصائص اللي فيه عوما هذا بس سويت لكم يعني انباكسينق على سريع ونشوفكم ان شاء الله على خير